استقبل رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق السفير الكوري جنوبي بقهرة هونج جين ووك ورحب المستشار عبدالرازق بالسفير كورية جنوبية مؤكدا تعزيز مصر للروابط التاريخية والقواسم المشتركة التي تجمع بين البلدين الصديقين ومشيدا بالإنجازات التي شهدتها العلاقات الثنائية المشتركة خلال الفترة الأخيرة من جانبه أشهد السفير الكوري جنوبي بقهرة بما تتسم به العلاقات المصرية الكورية الجنوبية مؤكدا حرص كورية جنوبية على الاستمرار في تعزيز التعاون الثنائي مع مصر في مختلف المجالات كما أشهد السفير الكوري جنوبي في هذا الإطار بدور مصر المحوري والراسخ جاء ركيزة أساسية للأمن والاستقرار في المنطقة وأكد السفير الكوري جنوبي على الحرص على تطوير التعاون البرلماني بين البلدين مشددا على سعيه لتكوين جمعية صداقة برلمانية بين البلدين كما وجه الدعوة لرئيس مجلس الشيوخ لزيارة كوريا الجنوبية في إطار الحرص المتبادل على تعزيز مجالات التعاون الثنائي بين البلدين